موسيقى قال لنا الرؤساء أمام الحواجز ضعوا الكمامات ولا تتكلموا حتى وإن كنتم تتكلمون الألمانيكية عمل الروماني أليكس بي سنتين لدى أكبر معمل للحوم في ألمانيا عمل إضافي غير مدفوع وأماكن إقامة سيئة نهيك عن عدم الحماية من كورونا كان ذلك وقع عشرات ألاف العمال كعاملة جاني المحاصيل ماريانا كوستيا كيف يحدث هذا هنا في ألمانيا؟ لدى أليكس بي حقيقة اسم آخر وغير مسموح لنا أيضاً بإظهار وجهه لكنه مع ذلك أكثر شجاعة من عشرات العاملين الآخرين في قطاع صناعة اللحوم الألمانية الذين طلبنا مقابلتهم ولكن معظمهم لم يجرؤوا خشية فقدانهم عملهم أليكس بي كان يعمل بنفسه حتى وقت قريب لدى شركة تانيس لتصنيع منتجات اللحوم أقدمت بعدها على الاستقالة بسبب ظلمهم لنا فيما يتعلق بالأجور كانوا يسرقون أوقات عملنا فبدلاً من ثماني ساعات وخمس واربعين دقيقة استراحة كنا نعمل من عشر إلى ثلاث عشرة ساعة يومياً وفي النهاية كنا ننهك نفسياً أيضاً يقول أليكس إن هذا النظام عادي بالنسبة لمعظم شركات اللحوم العمل بالقطع أي أن الأجر ليس بحسب الوقت بل بمقدار العمل المنجز الذي لا يمكن إنجازه خلال ثماني ساعات نظام استغلالي ومن يعترض عليه يطرد بسرعة وحتى قوانين العمل الألمانية لا تطبق هنا كما يقول أليكس نعمل في مناخ رطب وبارد خط الإنتاج يسير بسرعة كبيرة مما يجعلنا نعرق والبعض منا أصيب بالتهاب رئوي وكثيرون هددوا بالطرد إذا مرضوا مرة أخرى هذا هراء العقد ينص على حق الحصول على إجازة المرضية يجري الآن تحقيق بحق تونيس بسبب انتهاكها لقانون الوقاية من العدوى إلا أن أليكس بي لم يبرم عقده مع هذه الشركة بل مع شركة فرعية مع شركة خارجية تتولى جزءا من إنتاج شركة تونيس معظم العمال من جنوب شرق أوروبا ويعملون بموجب شروط الشركة الفرعية وعلى عاطقها تقع مسؤولية ظروف العمل في نهاية المطاف وليس على شركة تونيس أصبحت بلدة غيدا فيدنبروك في يونيو الماضي أكبر بؤرة لتفشي كورونا في ألمانيا وأحد الأسباب المحتملة هو وقوف العمال ملتصقين ببعضهم أثناء العمل فضلا عن اقتضاد أماكن السكن لم يخبرنا أحد أن 12 شخصا سيقيمون في شقة واحدة بها غرفة نوم وغرفة معيشة تستخدم كغرفة نوم أيضا وبها أسرة بطابقين مع حمام واحد ومطبخ واحد تصل كلفة إقامة شخص في شقة كهذه إلى 250 يورو شهريا صغيرة ومتسخة وأحيانا متعفنة وهذا كله في زمن كورونا ماريوس هانغانو أيضا أرنا صورا مماثلة إنه روماني المولد ويعمل في اتحاد النقادات الألماني كمستشار لمبرمي عقود العمل المؤقت والعمال الموسميين من جنوب شرق أوروبا كثيرون منهم وظفتهم شركات فرعية يقول إن هذه الشركات عمدت مؤخرا لشراء منازل ما تسبب في عواقب وخيمة مثلا في ولاية شمال الرين ويستفاليا تشتري شركات فرعية عقارات على لطاق مواسع لكي ترتفع أسعارها فلا يعود السكان هناك قادرين على شراء الشقق هذا ليس السبب الوحيد للجدل بشأن نظام الشركات الفرعية حاليا ولكن كيف يعمل هذا النظام؟ عندما لا تملك شركة سين ما يكفي من اليد العاملة فإنها تحصل عليها من شركة صاد التي تقدم خدمة خارجية وهذه هي الشركة الفرعية التي تتولى الإنتاج في الشركة سين فيكون العمال متعاقدين مع الشركة الفرعية حتى وإن كانوا يعملون واقعيا في الشركة سين وفي حال عدم كفاية العمال لدى الشركة صاد تبحث عنهم لدى الشركة عين وهي شركة فرعية للشركة الفرعية حينها لا يمكن لهذا العامل أن يقدم شكوى هنا مباشرة بل عليه التعامل مع فرع الشركة الفرعية عندها يقول رب العمل إن ما يحدث هنا في الأسفل لم يعد مشكلته شبكة غامضة ويصعب التحكم بها ولكن أن لا يجب أن يكون ممكنا التحقق في دولة الرفاهية الاجتماعية ألمانيا بشكل دوري من مكان سكن العمال يقول هنغانو إن ذلك ممكن نظريا وإن المسؤولين هم الجمارك الألمانية والسلطات الصحية ولكن عند التفتيش لا تسير الأمور دائما بسلاسة كما يحدث في بافاريا لقد تم الإعلان مسبقا عن الزيارات التفتيشية الثلاث للجمارك المثير للدهشة هو لماذا يمكن حدوث مثل هذه التسريبات في هيئة حكومية كالجمارك هل توجد هناك جواسيس؟ هذا لا علاقة له بإدارة الجمارك في منطقة فرانكونيا الوسطى مثلا بل يحدث على مستوى جمع المعلومات هل يتم تحذير الشركات فعلا على نطاق واسع؟ إنها تهمة خطيرة سألنا إدارة الجمارك إن كانت حالات التفتيش التي تم الإبلاغ عنها مسبقا كهذه معروفة وكان الجواب لا توجد لدينا معلومات نسافر إلى رومانيا حيث ينحدر معظم المقاولين والعمال الموسميين في ألمانيا يأتي هؤلاء من أفقر مناطق البلاد حيث أصبحت قرى بأكملها ثارغة تقريبا كما هي الحال هنا في ستودينيتا جنوب رومانيا ماريانا كوستيا عملت في قطف المحاصيل بمزرعة في ولاية بافاريا الألمانية خلال الشهرين الماضيين وتقول إنها غادرت لأنها لم تعد تتحمل وسبق لها أن عملت في إيطاليا لمدة 13 عاما أطفالها يعيشون عند الجدة لم أقبل أن يقتسم ثمانية أشخاص غرفة نوم واحدة وحماما واحدا وتلاتون شخصا مطبخا واحدا أكبر مخاوفها كان أن تصاب بالكورونا لم يكن لدي سوى كمامة واحدة لو علمت أننا لن نحصل على كمامات من رب العمل لكنت قد حملت معي كمامتين أو ثلاثا أحيانا كنت أرتديها مبللة كنت أخاف عندما أنتقل مع 14 شخصا أو 15 شخصا في حافلة صغيرة بثمانية مقاعد إلى العمل هذا لا يتماشى مع الإجراءات في ألمانيا التي كان يجب أن تسري أيضا على عمال الزراعة من أوروبا الشرقية عود إلى بافاريا في ألمانيا حيث مزرعة الفرولة التي عملت بها ماريانا نريد أن نعرف من المشغل ما يحدث فعلا خلف الكواليس غير أنه رفض التحدث إلينا في أبريل الماضي كانت ألمانيا تحت الإغلاق بسبب كورونا الشوارع فارغة والحدود مغلقة والطائرة ظلت على الأرض ومع ذلك أقرت برلين وبخارست إجراء استثنائيا لسد الحاجة الضخمة للأيدي العاملة في قطاع الزراعة الألماني عشرات الآلاف من عمال القطاف جاءوا من رومانيا إلى ألمانيا على متن رحلات جوية مستأجرة كانت ماريانا واحدة منهم وهي اليوم نادمة على قرارها بقليل من المال رجعت مريضة إلى بلدي اضطررت لدفع أكثر من مائة يورو للطبيب والمضادات الحيوية بينما الوسيطة حصلت على عمولتها ولم تقدم لنا أي مساعدة على الإطلاق في حالتها لم تكن الوساطة من خلال شركة بل عبر سيدة حصلت على ثلاثمائة يورو لتغطية نفقات سفر ماريانا وعلى مائة وخمسين يورو كعمولة هذا خرق مزدوج للقانون فالوسطاء في رومانيا غير مسموح لهم بتقاضي عمولة أردنا التحقق من ذلك فاتصلنا بشركة تعلن عن وظائف جيدة عبر الإنترنت في ألمانيا ما الشروط؟ قطف الفراولة في الحقل أو في البيوت البلاستيكية العقد يكلف مائة يورو علي الدفع مقابل العقد؟ نعم عمولة قدرها مائة يورو تسعة يورو وخمسة وثلاثون سنة أجر الساعة وعشر ساعات يومياً وأين سنقيم؟ أربعة أشخاص في غرفة واحدة السرير يكلف ستة يورو وتسعين سنة لليوم والتنقل في الحافلة يكلف مائة واربعين يورو مكالمة قصيرة كشفت الكثير عمولة غير قانونية وعمل إضافي ورحلة باغذة الثمن تزايد أعداد المصابين بكورونا في المزارع ومعامل اللحوم زاد من الاحتجاجات ما أجبر السياسيين على التدخل إذ وعدت الحكومة الألمانية بحضر عقود العمل المؤقتة في قطاع اللحوم مصلع العام المقبل ولكن لماذا لا تحضر عقود العمل المؤقتة في مجالات أخرى مشابهة كالزراعة؟ سألنا وزير العمل هبيتوس هايل لكنه تهرب من الإجابة كورونا مثل عدسة مكبرة أظهرت لنا أشياء كانت خاطئة من قبل هناك مجالات أخرى يتعلق الأمر فيها بضوابط الصحة والسلامة والتي يتم زيادتها بشكل ملزم لجميع الأطراف في البوندستاك كانت عضو حزب الخضر بأعتمولا جيميكا تطالب منذ سنوات بتشديد الضوابط من أجل وضع حد للاستغلال المنهجي ما يقلقني في قضية المراقبة هو تركيزها فقط على الكوتا أعتقد أن هذا غير كاف فحضر عقود العمل المؤقتة لا يعني تلقائيا تحسن ظروف العمل في المسالخ فالمطلوب هو مراقبة جيدة وفي نظري مشروع القانون الجديد ليس كافيا ماريان لا تريد انتظار التعديلات في ألمانيا وتبحث الآن مجددا عن عمل في إيطاليا لن أعود إلى ألمانيا أبدا ولا حتى لقضاء العطلة لا على الإطلاق وفي الأثناء وجد أليكس بي عملا آخر وسيحاول مرة أخرى إذا صادفتني المشاكل في العمل مرة أخرى ولم يتم احترام العقد فسأعود إلى وطني ماذا سأستفيد إذا سرق مالي مني؟ ما يبقى لي هو تماما ما أحصل عليه في رومانيا أليكس يريد مواصلة العمل في مجال تصنيع اللحوم في ألمانيا لكنه يقول إنه لن يسمح باستغلاله بعد الآن ترجمة نانسي قنقر